طيب لسه كمين مع أخبارنا ونروح بقى لأخبار النادي الأهلي أخبار النادي الأهلي فيها كلام مهم جدا الناصر ماهر رجع خلاص لتشكيلة النادي الأهلي شفناه فيه التشكيلة الاحتاطية فيه المباراة الماضية وهيبدأ يريح شوية بقى المسلماني أفش أفش شال كتير الفترة الماضية أفش تعب يعني يعني تعب لغة الكورة كده ومش لغة كورة تعب فنيا وبدنيا يعني خلاص بيلعب طول الوقت مركز عشرة مفوش غير أفشة مع غياب كمان وليد سلمان للإصابة وناصر ماهر اللي كان غيابه طويل أيضا بسبب الإصابة ناصر ماهر رجع وهيبدأ مسلماني يدخل ناصر ماهر في المباراة القادمة هيبدأ يدخل ناصر ماهر في المباراة القادمة اللي حاجتين أول حاجة عشان يستفيد من قيمة ناصر ماهر الفنية القيمة الفنية الكبيرة لناصر ماهر في مركز صانع الألعاب وأيضا عشان بالتأكيد يريح أفشة شوية أفشة حقيقة عمل مجهود كبير وضخم جداً مع الأهل في الفترة الماضية من أهل اللعبين اللي حصلوا على راحة في النادي الأهلي هو أفشة بسبب المشاركات الكثيرة والمتتالية في الفترة الماضية صحيح مواجهة في تاكلاب غلبة هيبقى أفشة هو الأساسي ولكن ده مش معناه أنه الناصر معه هيبقى غايب عن تشكيل الأهلي في الفترات القادمة النادي الأهلي إن شاء الله هيسافر القنو برئاسة المهانسة العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبر طائرة خاصة شيء كويس عشان مشوار بعيد مشوار صعب ووجود كمان الكابتن العمري فاروق على رأس هذه البعثة شيء رائع جداً اسم كبير واسم محتنم وبالتأكيد دعم كبير جداً للأهلي في هذه المواجهة الصعبة جداً للأهلي محتاج فيها الفوز بكل تأكيد إن شاء الله تكون الأمور جيدة في هذه المواجهة والأهلي أعتقد يقدر يطلع من نتيجة إجابية إن شاء الله يطلع من نتيجة الفوز بس أنت بتلاعب منافس صعب الأهلي في مباراة فيتا كلوب في الكاهرة الانتاب بالتعادل ضيع كمية فرص خيالية مش طبعية فاكرين طبعاً هذه المباراة لسه من كم يوم فالأهلي بيعرف يوصل كتير لفيتا كلوب بس المهم يجد الأهلي يفهم إنه على أرض فيتا كلوب الفريق حلو فيتا كلوب فرقة حلوة بتعرف تنيه الهجمة بشكل كويس بيعرف يلعبوا كورة كويس صحيحنا هنا في الكاهرة الأهلي قدر يوصل كتير لمرمى فيتا كلوب ولكن هناك الأمور ممكن تبقى أصعب شوية بس مش بعيدة إن شاء الله الأهلي يخرج بنتيجة إجابية بشكل محترم ومحترم جداً في نفس التوقيت طبعاً السفارة المصرية كالعادة يعني بالكونغو أنا هكافة الترتيبات بقى أصدقامة النادي الأهلي وإن شاء الله الأمور تمشي بشكل كويس وبشكل محترم علي معلول علي معلول بقى قصته حكاية علي معلول كان خلاص قرب يرجع النادي الأهلي أو قرب يرجع لتشكيلة الفريق الناس مستنية علي معلول كلام كان علي معلول هيلحق مباراة فيتا كلوب ولا مش هيلحقها إن شاء الله يلحقها لأ ممكن مايلحقهاش كلام مباراة إنه تأكد استمرار غياب علي معلول وتجدد أصابته خلال الفترة القادمة بنتكلم في مزقف العضلة الخلفية هيستمر غياب علي معلول من أربع أسابيع لستة أسابيع على الأقل عن تشكيلة النادي الأهلي وده تأثيره كبير وضخم جداً على النادي الأهلي ليه؟ علي معلول مش بس فنياً لا يعود علي معلول كشخصية في الفريق لا يعود الأهلي في مباراة ماضية بعيد فيها عن كان علي معلول بعيد فيها يعني كان يفتقد ليه؟ بعض اللاعبين اللي عندهم شخصية في الملعب اللي عندهم سبات فعالي في الملعب اللي بيعرفوا يتكلموا مع زميلهم همنتكلم في لعب أو اتنين بصراحة يقدر يعمل الكلام ده في النادي الأهلي علي معلول واحد من اللعيبة دي نتكلم في محمد شنوه ممكن يعملها منتكلم في وليد سليمه ممكن يعملها وبعدين هتفكر بصراحة فعالي معلول غيابه طبعاً مؤثر جداً غيابه صعب جداً مع غياب أيمن أشرف الأهلي عينه كمان والناحية الزي الأيسر فيها مشكلة محمود وحيد بعيد بعيد بصراحة مش عارف يدخل في التشكيلة مش عارف يتأقلم بشكل رائع مش عارف يزهر وإن كان هو إمكانياته إمكانياته محترم بس لسه ما ظهرش مش كده الغياب علي معلول غيابه هيبقى مؤثر جداً فنياً على الأهلي ومؤثر جداً على فكرة أنه يبقى عندك قائد في الملعب يقدر يتكلم مع اللاعبين يقدر لو الفريق عنده أزمة فنية في الملعب فهي لحظة يبدأ يتحرك معهم بشكل كويس يبدأ يتكلم يزعق يعلي صوته يحمس اللاعبين كل ده هيفتقدوا النادي الأهلي طبعاً بجانب القيمة الفنية الكبيرة التي لا تعوض لي علي معلول غياب مؤثر وصعب جداً صعب يعني لما تيجي تقول علي معلول برح جميل النادي الأهلي بتفكر ما هو الأهلي كان محتاج يدعم كمان بزهير أيصر علي معلول أدم محمود وحيد بعيد كان ممكن يدعم بزهير أيصر ما هو في أي منقش فيه محمود وحيد هي الفكرة أنه في لعبين كده في العالم كله في العالم كله لا تعوض يعني من فاش تقول إيه لو كريستيانو تصاب مين هيعوضه؟ لو ليونيل ميس تصاب مين هيعوضه؟ لو الصلاح لا قدر الله تصاب في ليفربل مين هيعوضه؟ فيه لعيبة كده في العالم لا تعوض نفس الكثة في منطقتنا يعني في مصر والكار الأفريقية فيه لعيبة مهمة لا تعوض مصطفى محمد لما مشي من نادي الزمالك لا يعوض حتى لو جبت اتنين أو ثلاث لعيبة مهاجمين جايدين ورائين مش هيعوضه مصطفى محمد عشان مصطفى محمد كنته مختلفة تماماً علي معلول لا يعوض طريق حامد لا يعوض يعني فيه لعيبة كده فيه التشكيلة دايماً عندك بتبقى لا تعوض محمد شتناوي مين هيعوض؟ محمد شتناوي في الآلي مش بقالي القوي من الناس اللي موجودة بداية للأسمانة أنا قلتها دي بس فيه مسافة مسافة خبرات مسافة مشاركات مسافة مهارات خاصة فيه مسافة طبيعي دي أمور منطقية عشان كده محدش يولكي أو بالنوم على النادي الأهلي انه يصابت علي معلول فين البديل؟ ليه يعني ما فيش بديل لعلي معلول ومناسبة النادي الأهلي لازم لازم أبارك للنادي الأهلي هذه الخطوة العظيمة جداً 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 بإنشاء نادي للأهلي في الأكسر كان أول مبارح افتتاح النادي فيها الأكسر والنادي الأهلي يفتتح ناديه فيها الأكسر أنا مبسوط أنه النادي الأهلي فكر في هذا الأمر لو تعرفوا في منطقة الصعيد تحديداً قد إيه بيعشاؤوا الأهلي؟ قد إيه بيحبوا الزمالك؟ قد إيه بيحبوا الكورة؟ ونفسهم الأهلي والزمالك يبقوا موجودين عندهم؟ فالأهلي كالعادة رأيت في هذه الأمور خد الخطوة وراح افتتح نادي في صعيد مصر في قلب صعيد مصر في محافظة عظيمة زي الأكسر حاجة في منتهى الفخر ومنتهى الفرحة أنا سعيد وفخور أن الأهلي خد هذه الخطوة لو تعرفوا حجم السعادة أنا شفت الحجم السعادة للناس على السوشيل ميديا من أهل الصعيد أخيرا النادي الأهلي جالنا أخيرا نقرم مننا أخيرا هنعرف نروح النادي الأهلي أخيرا أنا وأنا كراجل قاعد في صعيد مصر هيبقى عندي عضوية النادي الأهلي حاجات عظيمة ورائعة جدا ألف مليون مبروك للنادي الأهلي كالعادة رائد وكالعادة عظيم صورة رائعة جدا يا جماعة ما تستهونوش أنا فاهم النادي الأهلي عنده فروع فيه القاهرة والأمور عادية يعني مش عادية أقصد أنه عادي أن الأهلي موجود بس أقصد أنه إحنا متعودين نشوف الأهلي في القاهرة تمام بس يعني بقى النادي الأهلي موجود في صعيد مصر لا ده حدث كبير ده حدث كبير وضخم جدا لعدد من المحافظات مش اللقصر بس لعدد من المحافظات ياريت نادي الزمالك ياخد هذه الخطوة نفسها كمان نشوف نادي الزمالك موجود في سعيد مصر واكيد الشعب السعيد والجمهير اللي بتحب الكورة في سعيد مصر تحب تشوف نادي الزمالك زي ما هي فرحانة أو بالمنظر انتوا شايفينه ده حاجة رائعة نادي كبير ونادي محترم وكل تفصيلة في النادي الاهلي عظيمة وهائل وعظيم النادي الاهلي يقدر جمهيره في كل حتة في أرض مصر حاجة عظيمة يعني بجد يعني أنا كنت فرحان جدا شوفوا لو كان النادي الاهلي مثلا قالك أنا روحت فتحت نادي في أي محافظة تايم مش عايزة أقول يعني اش من الناس اللي في المحافظة دي بتعالش مني بس أنا تحديدا فرحان انو الخطوة دي تعملت في السعيد فرحان جدا متعرفوش الناس دي يا جماعة بتبقى نفسها نفسها تشوف بس اللجو بتاع النادي الاهلي لجو نادي الزمالك جنبوهم تخيل كده وراجل قعد في اللقصر يقولك أنا أنا صاح الصبح رايح فيين أنا رايح النادي الأهلي أنا رايح أعتمارن في النادي الأهلي انتم تخيلين تخيلين الناس دي هتبقى فرحانة زي الوقت أنا متأكد يعني أهلنا في السعيد لما يبقوا سمعيني الكلام ده هم فرحانين وأنا شايف فرحتهم وحاسب فرحتهم كويس جدا فيما يخص هذا الأمر اليوم مبروك للنادي الأهلي خطوة موافقة وخطوة رظيمة جدا إن شاء نادي الأهلي في الأكسر شكرا